بتمريرة حاسمة وهدف الصابير يسهم في تعادل الفيحاء أمام الفتح في دور روشن ساهم الدولي المغربي عبد الحميد الصابير في تعادل فريقه الفيحاء أمام الفتح بنتيجة 2 إلى 2 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 31 من دور روشن السعودي لكرة القدم وتقدم الفيحاء عن طريق فاشيون سكالا في الدقيقة 29 بتمريرة حاسمة من الصابير قبل أن يدرك الفتح التعادل عن طريق ديجانيني في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 69 سجل صابير الهدف الثاني للفيحاء فيما أدرك سفيان بن دبكة التعادل للفتح في الدقيقة 76 ورفع الفتح رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز السابع ونجح متوسط الميدان المغربي في تسجيل خامس أهدافه هذا الموسم مع الفيحاء في الدوري كما قدم سبع تمريرات حاسمة في جميع مشاركاته في الدوري ويلعب الصابيري للفيحاء كمعار من فيورنتين الإيطالي إلى نهاية الموسم حيث يرتبط بعقد مع الأخير إلى غاية 30 من يونيو من سنة 2026